يا أيها الذين آمنوا إذا نهدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الحمد لله الحمد لله الموصوف بالأوصاف العلية الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية فأنقض به البشرية من كل بلية أحمده سبحانه وتعالى حمداً يليق بجمال وجلال الربوبية ونشكره جل وعلا أن جعل من أمة المبعوث بالرسالة العالمية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أوصافه الذاتية وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله شرَّف الله به العوالم العلوية والسفلية فاللهم صلِّ عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تُلبِسُنا بها في الجنة حُلَلًا سُندُسيَّة أما بعد عباد الله أوصِي نفسي وإياكم بتقوى الله قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظُر نفسٌ ما قدَّمَت لغد واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون واعلموا أن معنى كلمة الاحتفال أو الاحتفاء في اللغة هو كلُّ اجتماعٍ على فرحٍ ومصرَّة ولها معانٍ أخرى نقول احتفل المجلسُ بالناس إذا امتلأ بهم وله معنًا آخر لهذه الكلمة لها معنًا آخر كأن يجتمع الناس لتكريم شخصٍ ما فيقال احتفلوا به فلكلمة الاحتفال معاني لغوية متنوعة ولكن تعالوا بنا ننظر كيف ترجمت هاته المعاني اللغوية إلى معانٍ رفيعةٍ ذوقية في شخص نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ففي حياته وقبل هجرته صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بمعجزة الإسراء والمعراج فلما وصل إلى بيت المقدس استقبله ساداتنا الأنبياء عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم مجتمعين لأجل مقدمه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الأرضية فقدمه سيدنا جبريل عليه السلام فكان الإمام المقدم عليه ثم بعد ذلك نُصِب له المعراج فكان كل ما وصل إلى سماءٍ احتفل به أهل تلك السماء وعلى رأسهم ساداتنا الأنبياء عليهم السلام كلٌّ يقول مرحباً بالنبي الصالح ومرحباً بالأخ الصالح صريت من حرم الليلاً إلى حرمي كما صرى البدر في داجٍ من الظلم وبت ترقى إلى أنلت منزلةً من قاب قوسين لم تُدرك ولم تُرمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدومٍ على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكبٍ كنت فيه صاحب العلم هذا نوعٌ من أنواع الاحتفال به صلى الله عليه وسلم في العالم العلوي وفي حياته صحابة نبينا الكريم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ذاقوا هذا المعنى الرفيع وهم أهل اللغة وأهل الدوق نلحظ ذلك في هجرته صلى الله عليه وسلم حيث أن أهل المدينة المنورة الذين لم يكن جُلُّهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مقدمه المدينة فرآه في مكة في بيعة العقبة بضعًا وسبعون رجلاً وامرأتان أو ثلاثة فقط ولكن لما أُذِن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة وسمع أهل المدينة بذلك خرجوا رجالًا ونساءً شيوخًا وشبانًا وحتى الولائد والصبية والأطفال يستقبلونه صلى الله عليه وسلم فكانوا يخرجون كل يوم في حر الظهيرة ينتظرون مقدمه عليه الصلاة والسلام فإذا لم يأتي يرجعون إلى رحاله ويعيدون الكرة في اليوم الثاني والثالث وهكذا إلى أن كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة يقول سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة فرحًا الصحابة الكرام رجالهم ونساؤهم شيوخهم وأطفالهم بمقدمه صلى الله عليه وسلم حتى يقول سيدنا البراء بن عازب وهو أحد ساداتنا الأنصار فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بقدومه صلى الله عليه وسلم عليه حتى صاروا ينشدون فرحين بمقدمه صلى الله عليه وسلم وأن مقدمه عليهم كان بمثابة طلوع البدر في الليلة الظلماء وأن مقدمه صلى الله عليه وسلم نعمةٌ من النعلم العظيمة يجب شكر الله تبارك وتعالى عليها فكانوا ينشدون طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وتخرج فتيات صغيرات في حي من أحياء المدينة المنورة في حي بن النجار أخواله صلى الله عليه وسلم فتيات صغيرات أول مرة يرين النبي صلى الله عليه وسلم ولكن غرست محبته صلى الله عليه وسلم في قلوبهن فكانوا ينشدن والنبي صلى الله عليه وسلم مارٌ بحيهم نحن جوارٍ من بن النجار يا حبَّنا محمدٌ بن جار النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا بد أن يبادلهم الفرح والاستبشار وأن يبادلهم العواطف والأحاسيس والأشواق والحنين فنزل من على راحلته لفتياتٍ صغيرات صلوات ربي وسلامه عليه فقال أتحببنني بهذا العمل فقلنا نعم يا رسول الله قال الله يعلم أن قلبي يحبكن فعلٌ فعله فتيات صغيرات نلنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة ومن أول نظرة لا بصلاةٍ ولا صدقةٍ ولا صيام ولكن بمحبَّته والفرح والاستبشار به لأن المحبة من أعمال القلوب وذرةٌ من أعمال القلوب تساوي الجبال الراسيات من أعمال الجوارح يُخبرنا سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآخر بفرح أهل المدينة بمقدمه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة لعبت الحبشة لقدومه فرحاً بذلك لعبوا بحرابهم يُعلِّق شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث صاحب فتح الباري على شرح البخاري الإمام من حجر العسقلان على فرح أهل المدينة بمقدمه صلى الله عليه وسلم فيقول في فتح الباري ولا شكة أن يوم قدومه صلى الله عليه وسلم عليهم كان أعظم من يوم العيد كان عندهم أعظم من يوم العيد بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا ننظر إلى حال الصحابة الكرام واجتماعهم واحتفائهم به صلى الله عليه وسلم وهو في عالم البرزة بل بذكر اسمه فقط صلى الله عليه وسلم يذكر لنا الحافظ الذهب في سيار أعلام النبلاء أن سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن سيدنا بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع البقاء في المدينة المنورة لم يتحمد فاستأذن من الخليفة الصديق أن يذهب إلى الشام فأذن له بعد مدة رأى سيدنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا بلال ما هذه الجفوة أما آن لك أن تزورني فانتبه حزينا فركب راحلته وقصد المدينة المنورة وقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه شوقاً ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي شباب أهل الجنة في الجنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وهو يعلم مقدارهما وقدرهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلبا منه طلبا فقال له يا بلال نشتهي أن تؤذن لنا أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله فلم يجد بداً من تلبية رغبتهما فوقف موقفه الذي كان يقف فيه على عهد رسول الله فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة وقعٌ خاص لأذان سيدنا بلال وخرج النساء والأطفال فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله ازداد ترجتها فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرجت النساء من خدورهن وقلنا أوبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطع إكمال الأذان ولم يستطع إكمال الأذان فخرجت كل من كان في المدينة المنورة فقط لسماء اسمه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورفعنا لك ذكرك هاته المعاني اللغوية التي ترجمها أو ترجمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاني دوقية هي التي ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين في كل زمان وفي كل مكان تجاه من أكرمهم الله تبارك وتعالى بالنسبة إليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما الحمد لله الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على الخلائق نعما جما نحمده سبحانه وتعالى أنمن علينا بأفضل الخلق عربا وعدما ونشكره جل وعلا أن جعلنا بالنسبة إليه خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون بيننا وبين النار سترا وحجبا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صمى فالله ما صل عليه وعلى آله وصحبه صلاة تنمو وتنمى أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين قال جل ذكره ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واعلموا أن الفرح والمحبة أمران متلازمان فإنما لأنك تفرح بمن تحب ومن أحب شيئا أكثر من ذكره احتفاء العوالم بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نذكر مظهرا من مظاهر الاحتفال والاجتماع عليه صلوات ربي وسلامه عليه يوم القيامة وذلك في ما جاء في حديث الشفاعة الذي هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وفي رواية سيدنا أبي سعيد الخدري أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر كرامات يكرم الله سبحانه وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة أتذرون مما ذلك قالوا لا يا رسول الله قال يشمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين على صعيد واحد يسمعهم المنادي وينفذهم البصر وتدن الشمس من الخلائق أو من رؤوس الخلائق فيصيبهم من الكرب والهم والغم ما لا يطيقونه ولا يحتملونه فيقول بعضهم لبعض ألا ترون ما أصابكم ألا ترون أحداً يشفع لكم عند ربكم فيقولون نذهب إلى آدم فيذهبون إلى سيدنا آدم عليه السلام فيذكرون مناقبه يا آدم أنت أبو الأنبياء وكذا 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 فيقول نفسي نفسي غضب الله سبحانه وتعالى اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب وبعضه مثله اذهبوا إلى خيره فيذهبون إلى سيدنا نوح فيذكرون مناقبه فيقول لا نفسي نفسي غضب الله تبارك وتعالى اليوم غضباً لن يغضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى سيدنا إبراهيم كل الخلائق يا إبراهيم أنت خليل الرحمن ويذكرون مناقبه فيقول نفسي نفسي غضب الله سبحانه وتعالى اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى سيدنا موسى فيقول كما قال سيدنا إبراهيم نفسي نفسي فيذهبون إلى سيدنا عيسى فيقول كما قال الأولون نفسي نفسي وكان في قدرة الله تبارك وتعالى أن يُنهِم الخلائق أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يُثبِت منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين وإظهر الكرامة عليه فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيشفعوا ويخضعوا ساجداً لله تبارك وتعالى يقول ويله من الله سبحانه وتعالى بمحامده وحسن الثناء عليه مما لم يفتح على أحدٍ من قبلي إلى أن يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يشهد الأولون والآخرون على هذا الاحتفاء به صلى الله عليه وسلم فيكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامات فيشفع في جميع الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم ويشفع في أمته على وجه الخصوص هذه المعاني التي ينبغي أن يكون عليها حال الأمة في الارتباط بسيدنا ونبينا ومولانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الإنعكاسات الإيجابية على الأمة في دنياها وفي أخرها واعلموا أن أكثر شيء يقربك ويجعل المحبة تشتعل في قلبك وتشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه فإن الله أمر بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلاً عليماً آمراً حكيماً تشريفاً لقدر نبيه وتعظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صلِّ عليه في الأولين وصلِّ عليه في الآخرين وصلِّ عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء المميَّزين بعده صلى الله عليه وسلم بالرعاية والولاية والاستفاء ذو بالقدر العلي والفخر الجري ساداتنا وإمتنا وموالين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وارضَ اللهم عن الباقين من العشرة الكرام البررة الذين كانوا ممن بايعوا نبيك تحت الشجرة وأهل المغفرة طلحة الخير والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وارضَ اللهم عن عمَّين الناس حمسة والعباس الطاهرين المطهرين من الدنس والأرجاس وارضَ اللهم عن السبطين القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتين بيهاته الأمة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدَّتهما خديجة الكبرى وعن الموصوفة بالحميراء وعن باقي زوجات نبيك الكريم أمهات المؤمنين وعن الصحابة الأجمعين خاصة الأنصار والمهاجرين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارضَ اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكافة عبادك المؤمنين اللهم احينا على محبتهم واحشرنا يا مولان في زمرتهم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها زكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها اللهم أعِن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبشفاعته من المكرمين إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم بارِك في بلدنا وحقِّق فيها رجاء الصالحين وادفع عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين وبغض المبغدين وبارِك في من وليته أمرنا اجمع به شملنا ووحد به كلمتنا واضرأ به كيد العداء عنا وخفقه لخدمة العباد والبلاد وارزقه السداد والرشاد وسائر ولاة أمور المسلمين وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأيِّد إخواننا في فلسطين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا وما أسرلنا وما عللنا وما أن تعلموا به منا اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتائر القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون